التظاهرات تعمل الشارع الإيراني وفوضى وإنفلات أمن ألف الإيرانيين في عدد من المدن احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الرسمية للأمباء إن قوة الأمن فرقت ما يقدر بـ 300 شخص في مدينة دسول بإقليم خوزستان جنوب غربي البلاد واعتقلت عشرات آخرين انتشرت مقاطع مصورة تظهر خروج مظاهرات احتجاجا على فقدان الخبز والحليب والمواد الأساسية كما عمد المحتجون إلى إضرام النيران في محالات جهية على وقع احتجاجات بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية اعتقلت السلطات الإيرانية يوم الأحد خمسين متظاهرا بمحافظة خوزستان جنوب البلاد وشددت قبضتها في مدينة الخفاجية التي يسكنها عرب واعتقلت عشرين متظاهرا فيها وذلك حسب ما ذكرته منظمة هرانا الحقوقية الإيرانية على مدى الساعات الماضية صدمت مقاطع مصورة تشرت على موقع التواصل الاجتماعي مئات الإيرانيين فقد أظهر العديد منها تقاتل المواطنين على المواد الغذائية والسلع فضلا عن تكسير ونهب بعض المحال بهدف الحصول على سلع غذائية لسيما بعد رفع أسعارها بشكل مفاجئ من قبل السلطات فيما عمت الاحتجاجات مدنا عدة في الجنوب الإيراني النائل فقير قبل أن تتوسع أكثر لاحقا حيث صدحت هتفات الموت للمرشد علي خامني والرئيس إبراهيم رئيسي اشتركوا في القناة